نور الشريف نور الشريف أضاف بإحساسه الكثير للشخصية أضاف أيضاً بقدرته نور يمنح الآخرين ودي الحياة من الحالات القليلة جداً أن النجم اللي زي نور يظل هو الأستاذ يعني الأستاذ دايماً لما التلاميذ يتفوقوا عليه حتى ما يجرحش تفوقهم بل تشعر وكأنه يصفق لهم نور كل العناصر اللي كانت موجودة في العمل الفني ويمكن كان في المقدمة بروجة نظر يعابلة كامل لولا أنه نور كان دايماً بيديلها إشارات برافو وكملي وزودي ما كانش القلق حدث كما رأيناه في لا نعيش في جباب قبل وفكرة أنه يبقى عندي تاريخ كبير عندي نجم الليه ثقل كبير جداً جداً وأقدر بكل بساطة أنسبله العمل وأقول إن العمل دا بطلته وفي نفس الوقت عندي وجه جديد شاب ولكن مكتوب له دور يخليني برضو أقدر بكل بساطة أقول إن العمل دا بطلته فكرة الصعود الخط الدرامي دا هو أشهر خط درامي في كل أنماط الدراما وهو أكثر الخطوط اللي بتجد صدى عند الجمهور ليه؟ كل منها مهما كان اختلف المرحلة العمرية اللي هو فيها بيحلم إنه ممكن أبقى أنا قدي كده ممكن من الصغير قوي لكن حتى لو أكبر شوية عندي طموح أطلع للذروة فهنا بيتحقق فكرة الصعود للقمة من شخصية عبدالغفور إزاي أمي لا يقرأ ولا يكتب معهش فلوس لكن عنده مخ وعنده دفء إنساني اللي هو كل واحد أيما كان موقعه بيعتقد إنه من الممكن أن يكون عبدالغفور البراعي برضو فبالتالي فكرة التماهي بين الشاشة ومتقدمه وبين الجمهور وإحساسه إنه هذا العمل أصبح جزء منه إحنا كمان كنا كبنات مع بعض أنا وناهيد رجدي ووفق صادق وحنان تورك إحنا كنا بنحب بعض قوي وعابلة طبعا فكانت الحالة في البيت أسرة بجد يعني إنتوا اللي شايفينوا على الشاشة ده كان بيحصل قد عشر مرات في الكواليس البنى الشخصيات اللي انتوا شفتوها على الشاشة طبعا أستاذ مصطفى محرم كاتب السيناريو حلو جدا ورسم الشخصيات بشكل رائع لكن إحنا كمان كممثلين أو ممثلات بالذات منطقة الأم وبناتها كنا بنغزلها مع بعض بقيادة الراحل العظيم المخرج أحمد توفيق وكان في تلك العمل المخرجة المنفذة اللي أصبحت مخرجة فيه ما بعد المخرجة الكبيرة رباب حسين كلنا بنغزل الشخصيات دي مع بعض بتفاصيلها بإفهاتنا طب يا جماعة طولنا فاكهة فنبقى عاديين بنأكل الفاكهة طب هاتوا مثلا البطاطس فعبتها تشتغل يعني فيه حركة طول وقت في المشاهد